موسيقى 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 لسانك هيكون ليك نصيب مني فبالله هليكو بلاش حط التشاقم دي خالص ربنا يعني مش هقول ربنا عشان يعني هقول ايه انت شايف ان الدنيا مزنقة عليك شوية ادعي ربنا يرزقك راجع تصرفاتك سليكي ده صف ان هي حوالين الناس اللي حواليكي ولا تحكدي ولا تحسدي ولا تقولي اش معنى هي عندها وانا ما عنديش كل واحد في الدنيا دي ليه 24 اراد بياخدهم كاملي ولا اقراط زايد ولا اقراط ناقص كل واحد دي 24 اراد بياخدهم كاملي بس متوزعين بالتساوي ربنا عادل بيوزع الحاجة بالتساوي اداك انت فلوس خد من غير اداك فلوس خد منك صحة ادا غيرك الصحة وقادر يشتغل ومش مديله فلوس فهو بتبقى معادلة محدش يعرفها غير اللي خلقنا فخلوا دايما من جواك وفي حاجة اسمها رضا خلوا دايما من جواكو ان اللي جاي احسن خلوا دايما من جواكو في حاجة اسمها تفاقد ربنا ما بيجيبش حاجة وحشة ابدا مهما تكون انتو حطين في دماغكم ان ده حاجة وحشة حاجة جاي الدنيا جاي علي قوي بي بي طب ما تعمل اللي يرضي ربنا عشان ربنا يكرمك الموضوع مش موضوع كلام مش موضوع ان انا طول النهار ابقى ماسك سبحة في ايديا قال الله وقل الرسول وعدل على دوت ووقف على دوت على الوحدة وانتقي الدوت نمر على ده وارجع وقول قصة ربنا ما بيكرميش طب ما هيكرمك ازاي ما ده جايبلك الكافية مهو ده مش حلو مهو ده لو حلو ربنا هيرضيك عليه فبالله عليكو بالله عليكو الواحد ما بيبقاش ناقص كلام مش لي انا بس الواحد ما بيبقاش ناقص تمام فبلاش بلاش وصفوا الدنيا هنا شوية والله العظيم ربنا هيكرمكو ان شاء الله بإذن الله كنت سنة خير سعيدة عليكو ناس كتير حلوة كتبتني في الكومنتات بنعمل فشار ولب وزديني وبندف العيال ويا سلام لو حبتكم حمص الشام دي جميلة هي ما قالتش حاجة وحشة بل بالعكس احتفالها على الده فيه ناس بتبقى لما العيلة كلها بتاعتها وبتعمل عشا او ان هما بيصهروا مع بعض مثلا ويجيبوا تسالي ولب وزديني وشيبسي وشوكولاتات كل واحد على حسب مقدرته انت لو علقتي فرع نور زي رمضان كده علقتي فرع نور في الشقة وقلتي انا بحتفل بقدوم السنة الجديدة وتدعي ربنا وتصلي ركعتين لله وتقول يا رب جعلها سنة خيرة علي اهو لما احنا عملنا كده ما بقالاش مسلمين مسلمين والله العظيم موحدين بالله فبالراحة كده على نفسكم وبالراحة وخلوا الدنيا اسهل من كده بكتير ومش مستهلة والله العظيم يومكم حلو ربنا يجعلها سنة خير سعيدة عليكم وعايزة كل اللي يتسل بيا دلوقتي يقول لي بيحتفل بقدوم السنة الجديدة ازاي هيتسل بيا على الارقام اللي موجودة قدامنا على الشاشة من اي رقم ارضي على 0-900-900 ومن اي مبالع على 1600 في انتظار مكرماتكم اللي بسعيد ان شاء الله ايه نصبح على مدام سماحون ونقول لها صباح الهنى يا صباح العاشر صباح السكر عاملة ايه انت دمالي من وقرة الشاشة يا مدام لونة الله يسعيد لقلبك يا رب وشوف ايه واللي عفتر عليك يتعفتر دم ولا تخطف الناس ربنا يكرمهم الخير كل يا رب ربنا يسلح حالهم الله معهم وكلامك يسلم بجد بجد كل كله بتقولها يا مدام لونة الله يسعيد لقلبك والله انت بيحتفلت يا دعا الله يبارك لي في عمرك يا رب وليكون كل ما بتقوليها بتبقى جيه على وص على مصدقية وصحة الله يخليك يا رب اللي بيبقى طالع من القلب بيوصل القلب على طول ايوه شوفي من القلب الأزرط وانت كله بكله زي العسل حبيبت الله يسعيد لقلب حرمش منك ابدا ويكلم فعلا البطم الي جابتك فعلا الله يسعيد لي قلبك يا رب الله يبارك له ويخلي هالي يا رب اللهم أمين حرمش منك ابدا نورتيني وصباحك عسل بصو كده هنعمل ايه احنا النهاردة هنعمل رز بسمتي ومدخلة فيه لحمة ايا كان اللحمة اللي حضرتك عايزة مش فرق ايه والله ان شاء الله حتى لو جايبة لحمة برازيلي او سوداني يا ربنا يحل تعمها فبقك يا رب ورزقك الخير كله منها طيب انا بعمل ايه دلوقتي انا سلقت الكتف الداني عندي الكتفين انا اسمتهم هم كل واحد منهم طلع ثلاث كتا فانا خدت اربع كتا هعملهم مع الرز وخدت كتاعتين هعملهم مع ورق عنب مقادير الرز البسمتي ده اا لا مش بالخلطة واللحمة يا رغبة لا عايزة اا رز بسمتي بالدلعة الرز النهاردة هنعمله رز بالخلطة ومدخلة فيه اللحمة انا مستخدمها النهاردة دلع جاني مع الطعاء عند الجزار علشان يديني النتيجة اللي انا عايزها استخدمت ايه معلش ممكن تجبها لي من الاول يا حمدي اسلمني ما قادرنا على الشاشة وهستأذن حمدي صباح الفل يا حمدي يومك حلو زيك يا رب ان شاء الله صباح الفل يا شباب يومكو جميل بإذن الله ربنا ارزقكم الخير والسعادة يا رب عندي ايه عندي كتف ضاني وممكن طبعا نحط اي لحمة انتو عايزينها حتة موزة لحمة ضاني لحمة كندوز لحمة تلو زي ما انتو عايزين معايا ايه كمان سلقته طبعا وهقولكنا سلقته ازاي عشان شكل الشربة ولونها يطلع معايا بالشكل ده ريحتها تحفة وقلبه ريحت القناة كلها ما شاء الله اللهم مديرك طيب كتف ضاني رز بسمتي دهب غسلته صفيته كويس قوي ورجعت بعد كده نقعته في المياه نص ساعة معايا ايه كمان بصلتين مفرومين طوم مفروم فلفل حامي مفروم ممكن احطه ممكن استغنى عنه معايا سمنة او زبدة وزيد على حسب مفرومي ما انتو عايزين ومعايا شوية من الزبيب ومية مغلية طبعا الكيلو الرز عامل خمس كبيات فانا حطيت عشرة مية مغلية ومعايا ارفة بودر وبابركة ورشة من جسد تسيب ومالح وفلفل اسود حطيت ايه في الاول حطيت السمنة ورجعت بعد كده رحت نشوحة فيها الطوم يدوب خد لون وطلع الرواح الحلوة رحت نزلة بالبصل ورجعت نزلت باقي المكونات والتوابل ونزلت الزبيب في الاخر شوحت ده كله كده مع بعضه مع التوابل الحلوة وارجع انزل عليه بالرز الدهبي اللي منقوع نص ساعة ومتصف بالشكل ده كده ببدأ ان انا اخسله غصلتين ثلاثة ينزل كل المية اللي فيه او كل الطرابة اللي موجودة فيه وارجع بعد كده انقعه نص ساعة في مية عادية من الحنفين معانا مين يا رغضا ونصبح على محمدا نقول له صباح الهنم صباحك كل ويف لم فهمك على كل اللي قلتينه على عيونك يا ست الستات عاملة ايه وربنا يديك استححة وربنا جالك لنا فيك يا ربي يا حبيبت الله يسعيد لقلبك كل السنة وحضرتك طيبة ويجي عيد عليك كل الايام بخير يا ربي تسلامي وتعيشي حبيبت ليه سؤال موريني عشر اسئل انا عندي مية نس وعندي جبنة قريخ ينفع حطهم على بعض اه طبعا ينفع طيب ما حطش معاهم حاجة تانية ولا فلفل ولا اي حاجة عايزة تحطي فلفل ماشي عايزة تحطي معاهم حبة جبنة رومي كده مبسورين ماشي عايزة تحطي قشر استفاندي وقشر برطقان ماشي كل ده مش هيقولك لا هيا مش هيجراله حاجة لا خالص طب اقفله عليه بقى المدة تقديه اقفلي عليه وبصي كل كام يوم لفيه يعني مسكي البلاس او مسكي الحاجة اللي حضرتك عاملة فيها احطي البطرمان برسك مسكي البطرمان ولفيه يعني رجيه كده ولفيه عشان يتلف كله مع بعض ويبقى كله مية واحدة ام بس كده ام شكرا حبيبت تنورتين بصوا كده اللحمة انا بصوا شكلها عامل ازاي بسم الله ما شاء الله بصوا المنظر بسم الله ما شاء الله اللهم باري طيب نونة سلقتيها ازاي كده باللون الحلوي ده بالشربة بتاعتها الجاملة دي اللي هناخدها دلوقتي هنسقي بيها الرز ونكمل من المية المغلية هقولكو حلم بس بعد ما صبح حلم مرامي وقولها صباح الهنة فصلت حاولي تكلمينا تاني احنا حطين خمسة من الرز عايزة عليهم عشرة من المية او عشرة من المرأة بص يا حمدي بسم الله الرحمن الرحيم بص شكل الشربة عامل ازاي مش سمعيك اه 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 ده سمة جدا بسم الله الرحمن الرحيم الله واحد ملوش تاني تخيلوا بقى الطعام دي لما تستوي مع الرز ملوش الله يسعد لقلبك ثلاثة برحتك يا حمدي اه دي اربعة انت تكسبيني هنحط عشرة مية او عشرة شربة ولو مقدتش هكمل مية عادية بس تكون مغلية خمسة شايفين شكل الشربة عامل ازاي الله هو اكبر اللهم مبارد ستة طيب نولا انت مطلع شكل الشربة ده عامل ازاي كده برحتها اللي يعني تحسوا ان هي زهرة في الشاشة عملتيها ازاي دي هقولك يا ستة الكل انا حطيت حبة زبدة وزيت في الحلة ورجعت بعد كده مسكت اللحمة غسلتها كويس وصفتها وبعد كده رحت مديها صدمة بس ستتها لما تلاسوعت يعني ستتها تلاسوعت مش اللي هي مجرد ما تغير لونها رحت حط عليها المية المغلية لا ستتها تلاسوعت وبقت بني كده اكنها مشوية ورجعت بعد كده كنت محضرة المية المغلية وروحت ايه تشها بيها بسم الله الرحمن الرحيم احنا هطينا ستة صح سبعة تمانية بص البهريزي حمدي شايف اه ادي تسعة نصمة عشرة ادي العشرة مية او العشرة شربة اللي احنا عايزينهم علشان نسقي بيهم الرز وروح بقى مقلبها كده ونزل كل اللي في الجوانب انا مش عايزة اي رزاية تبقى موجودة في جوانب الحلة ودق بقى الحياة انا طبعا حطيت ملح في الشربة وشوية فلفل اسود بعد ما استاوب طيب شوحتيها ازاي نونة بالشكل ده كده وطلعتها بالمنظر ده حطيت زبدة وزيت وبعدك تده رحت تحطى الزندة او ايا كان نوع اللحمر حضرتكو هستخدموها وتدوها لسواعة مش تشويحة وبس مع رشة ملح وفل لا مش ملح رشة فلفل اسود و بودر لورة بودر وحبهان بودر وحطيت عود ارف شوحت كله مع بعضه وبدأت ان هي تغلي معي او بدأت ان هي تتشوح معي وتبدأ ان هي تبك ميتها رحت محضرة لها المية المغلية وروحت سقطها عليها لما تسقطت عليها سبتها تغلي لقيت ان المية بدأت ان هي تقل شوية رحت مزودها مية مغلية تزيد مية مغلية اوه من مية من الحنفية عشان ما توقفش السوا بسم الله يا الله بسم الله بسم الله حبة شربة سعين بهم الرز الله وامره نغطي ومجرد ما غطينا نحسب على قدينا ربع ساعة بالزبط ونبص على الرز ونصبح لما يوسف نقول الله صباح الهنم صباح النور يا صباح العسل صباح العسل عملة ايه يا ستة الكلة اخبارك ايه كل سنة طيبة وحضرتك بصحة وسعادة ويعيد عليك كل الايام بخير وصحة يا رب احنا والناس اجمعين يا رب يا رب اللهم امين حبيبتي كل سنة طيبة اولي كل سنة طيبة بس يا حبيبتي سلم عمرك منحرمش منك ابدا وانت طيبة وكل حبيبك بخير يا رب تبقى سنة سعيدة وسنة خير يا رب اللهم امين قبل ما نطلع فاصل عايزة اصبح على الماء ايه والله صباح الهنم صباح النور صباح العسل نهارك كده زي الفل كده زي نهارك عسل زيك والله العظيم وكل سنة وانت طيبة وحضرتك بصحة وسعادة يا رب وحضرتك بصحة وسعادة يا رب حبيبتي حبيبتي وعليك وعلى كل امتنا يا رب اللهم امين يا رب يجعل سنة سعيدة علينا وعليكم كل اللي نفسه بحاجة ربنا امين يا رب يا رب ان شاء الله تكون سنة خضرة على الجميع اللهم امين يا رب يا رب ويفك ديت كل المتجاج يا رب وكل حاجة حلوة ربنا امين يا رب ان شاء الله تكون سنة فيها مراضية لكل القلوب ربنا يا راضي كل قلوبنا اللهم امين حبيبتي نورتين يا أمو أيا نورتين نسيب بقى الرز الحلو بتاعنا اللي باللحمة دوت على النار وتعالوا نطلع فواصل ونرجع نعمل وصفة يروحي عليها هنعمل حبة ورق عينب كده هنزل الخلطة بتاعتهم والتغديعة وهم أصلا ملفوفين ومسويهم هوريكم الشكل بتاعهم وهبدأ أرسوهم في تواجد الفهيتة يا سيدة عليها هوريكم بعد ما نرجع من الفواصل خليكم مستنيين سويا وراجعين مع رونا والبلد دي وكري ورجعنا من الفواصل تعالوا دلوقتي نبص كده على الرز الحلو بتاعنا اتشرب الميا بتاعته اتركوا ربع ساعة وهنوطع لي نبصوا المنظر هوا مش عايز غير أي حاجة غير نواية تاكل بسم الله فضلوا تكة بسيطة قوي بس عايز أقول لكم التطعيمة بتاعت اللحمة الضاني يعني ايه مغطية على الرز طعمه هايل الريحة بتاعت اللحمة الضاني الناس اللي بتاعشق اللحمة الضاني بس مش اللي هي بتاعشق اللحمة الضاني ويه بتتدايق من رحتها لا حلو مش قدر ألغر ان هو حد تعالوا بقى دلوقتي نعمل حاجة تانية لو جربتوه صدقوني والله العظيم ما فيه عزو ما هتعملوها او تجمع عائلي عندكم اللي ما لازم تعملو في الوصفة دي طيب نعمل كده بسم الله الرحمن الرحيم نرفع كده بسم الله بسم الله ما جبت نشمل اللي أنا برفع الطبق اللي هي حمد خلاص بقى بسوا كده شايفين الشكل عامل ازاي ورق العنب عادي زي ما احنا ما عملناه وعملناه كتير 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 طيب هتنزل مقاديل بتاعت ورق العنب واللحمة دي جزء من الزند اللحمة دي قطعة دي جزء من الزند أنا وغداء وسلقاء وغداء وسلقاء بنفس الطريقة اللي عملنا به اللحمة بتاعت الرز طيب هعمل ايه دي الوقتي هتنزل الاول مقاديل ورق العنب وانا النهاردة عاملاه بطريقة مختلفة كالتو في مطعم وحبيتو قوي قوي عاملين الورق العنب مقدمينه في الأطباق بتاعت الفهيتة بالشكل ده كده أنا من أول الحلقة وهي شغلة عليها طيب نونة أطباق الفهيتة دي بتتبع فين بتتبع في العتبة عند مستلزمات الأدوات المنزلية أو مستلزمات اللي هي الحلوانية أو المطبخة تمام؟ طيب مسخناهم قوي وبتسوي الورق العنب تسوية كاملة أو لو في تكاية بسيطة كده ويه بتسوي اللحمة عشان أنا عايزة يطلع دايب عارفين يعني إيه دايب؟ كل السمنة اللي موجودة في الزند ده أو في الكتف ده هتسلع على ورق العنب وهو دا اللي أنا عايزة رغضة ممكن حتتسنم اللي أنا بستخدمها بسرعة 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 بصوا كده هذه اللحمة هي مسلوقة ماشي بصوا شايفينما بغرز إيدي فيها شايفين؟ بصوا تتاكل لكن فيها سنة إيه؟ مع أنها طلعت والله خالصة أنا بقى أعيزة تبقى أكتر من كده فضيعة تجيلنا بس حتة السمنة بسرعة يا شاباب عشانا أعيزة تلحق السخونية بتاعت بتاعت الطب طيب أنا عايزة أن هي تبقى ملسوعة فأنا هحط حتة سمنة تسيح وابداء أن أنا أروس ورق العنب وحط عليها الزند وقفلها وحطها في الفن دا لو أنت اللحمة نص سوا لكن أدام بتتعبن معايا بسهولة كده يبقى أنا مش محتاجة أن أخليها نص سوا هعملها وحطها في الفرن من تحت على الأرضية عشان الوش بتاعها ما يقرمش بسرعة أو ياخد لهم بسرعة متكون لسا مسالتش أنا عايزة تسلي خالص على ورق العنب طب إحنا قدامنا وقت حطهم تاني في الفرن مقادير ورق العنب بتقول إيه معلش يا حمد نزلهلي من الأول عندي ورق العنب لو أنت مفرزاه أو اللي أنت جايباه البطرامونات أو اللي هو بلاش المفرز أكياس عشان بتيجي تطلعيه بيبدأ أنه هو يقصف فهلو هتجيبي اللي هو الجاهز يبقى متفرز فيه بطرامونات بنخسره الأول من المحلول بتاعه وببدأ بعد كده أشتغل دي طب لو أنا عندي أصلا موجود ورق العنب وأنا مفرزاه بنفس الرولة وبنفس الطريقة اللي إحنا بنعمله هيبقى حلو معاك يا عود طيب الخلطة بتكون عبارة عن إيه؟ عندي رز طبعا الكمية اللي أنتوا بتحطوها على حسب كمية ورق العنب نفسها بس يا حمد طواجن بتاعت الفهيتة سخنة بنبدأ إن إحنا نحط السمنة كده شايفين؟ ده المنظر ده نعم شايفين المنظر أكينه بيتحمر في السمنة من السخونية بتاعت الطبع آه لأ سوى كامل عشان اللحمة سوى كامل رغضة بتقول لي هو المحشي كمان نص سوى لأ سوى كامل لأن اللحمة عندي سوى كامل لكن لو اللحمة لسه فيها تكاية وهتاخد وقت في الفرن فممكن أخلي كمان المحشي يبقى فيه تكاية نشكت ده كده نجي الناحية التانية و لما تجي تسوي ورق العنب و لو هتعمليه بالطريقة دية ما تزوديش الشربة فيه علشان أنا عايزة يبقى ماسك و متماسك كده نصبح لما دام وفاول الله صباح الهنى صباح الفل صباح العسل حلقاتك المباشرة أنا معاك ده بس أجازة مش طو تمام فعايزين تخلي المعادل أساسي بالليل والإعادة هي اللي الصباح طب ازي طب ازي على شان نجاهز نجاهز الحاجة وإحنا جايين من الشغل ونعمل وصفاتك طب بص يقولك على حاجة ممكن تتفرجي على الإعادة بتاعت بالليل وتعمليها تاني يوم إيه رأيك أو بعد الحلقة في ساعتين وحضرتك في الشغل على الساعة 12 كده حضرتك تدخلي الوصفات بتاعتنا بتدخل بتنزل على اليوت شعوب على طول حضرتك تبدأ تدخلي تشوفيها على طول حبيبتي على راسي والله العظيم تسلميلي ونورتيني بص يا حمزي كده بص طبق الورقة اللي عنا بعمل إزاي بص بقى بص يا حلب راح عاملة كده كده دي لحمة وكتعة من الزند إن الكتف نفسه أبدأ إن أنا أخد الطبق تاني لا لا خالص كل حمزي بيقول دهن الوش سامنا السلي بتاع اللازند هيسيح من السخونية وهيبدأ إن هو ينزل على ورق العنب يبدأ يتحمر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم شايفين أنا حطاه فين؟ ليه حطيت سامنا في الأرضية وما حطيتوش على الطول علشان الطبق أصلاً سخن ولو كنت حطيت عليه ورق العنب على طول كان هيلسوع معايا فعلشان كده أنا حطيت السامنا وحطيته في الأرضية عشان يبدأ إن هو يعني يستوي ويشرب من السامنا نفسه طب ليه ما حطيتوش برضو فوق علشان أنا مش عايزة ده ياخد لون بسرعة من قبل ما يسل لأ أنا عايزة الدهون بتاعته تسل وتنزل على ورق العنب كده يشرب منها ويتقدم ليكو بقى والصحتين وعافية الوصفة دي أنا أكلتها في مطعم بجد كانت رائعة وقلت لازم 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 أعملها عشان حبيبنا اللي في البرنامج يشوفوها ورق العنب عادي بنفس الخلطة بتاعتك عايزة تحشيل لحمة مفرومة عايزة تحطونه دي بسرمون عايزة تعمليه وصفة عادية خالص الورق العنب الطبيعي بتاعك الورق العنب الطبيعي بتاعك الناس اللي هي ما بيبقاش عندها وقت وعندها عزومة مثلا وبتكلم حد من ستات الشطار أو اللي بيبقوا عاملين أكل في البيت إن هي تجيب لك ورق العنب وكده وتجيبهولك مثلا جاهز على التسوية على طول في ناس بكتير كتير كتير بيبقى عندهم عزومات وما عندهمش وقت إنهم ما يقولك إيه أنا ما عنديش وقت إن أنا أحشي محشي فأنا هجيب المحشي الجاهز من واحدة وباصك فيها وفي نظافتها وأنا هعمل باقي الآخر فلو إنتي عايزة تعملي وصفة زي دي ممكن الستات الجميلة اللي بتشتغل من البيت وبتعمل الحاجات دي ممكن تبتعرفي على حد منهم موجودين كتير جدا على الجروبات وعلى النت بتبدأ إن إنتي تجيبي منهم ويدوب تسلقي اللحمة وتسويها وتبدأ إن إنتي إيه بتعملي الوصفة على طول عايزة أقول لكم حابة رز الله وأخبر الله مبارك بسم الله بصوا بقى كمان هوريكم اللحمة شكلها هعمل إزاي نصيحان دي نخد كده معلقة بدل اللي كاننا بيها شايفين شايفين منظر اللحمة دي بقى تتقدم إزاي كده استويت الحمد لله تمامه زي الفل أقدمها إزاي أعمل الرز وحط عليه الرصة اللحمة وروح عاملة فحمية حلوة جميلة كده وحطها في المص وكتم بورقة فويل واجي ساعة الأكل أروح رافع ورقة الفويل ينهار أبيض يعني بصي شفتي أنا قلتها قبل كده الوصفة اللي أول ما تشفيها لعابك يسير يعني يعني إيه كده يجري اللي هو إيه أنا عايزة كلها بقى دلوقت هي الوصفة دي هي تده ودي نفس النظام بانتلازينة يعني نصبح على مين يا رغب ونصبح على المطاري ونقول لها صباح الفل يا ست الكل صباح النور صباح الهناء والعسل عليك يا ست الناس صباح النور صباح الفل والموف اللي حضرتك لابساتي حبيبت الله يسعيد لقلبك الإسلامين رباني يردع عنك يا رب يا رب اللهم أمين وعننا وعن المسلمين يا رب يبارك في عمرك يا رب ويبارك في مامتك يا رب اللهم امين يا حبيب تسلميني لو سمحني بعد إذاك عايزة للبيتزا وعايزة رقم حضرتك ادي رقمك لرغضة والبيتزا عناية لتنين عيوني نورتين يا مطارق نورتين طيب قبل ما نطلع وأقول للمطارق على البيتزا البيتزا يا مطارق أهم حاجة عندك الخمس مكونات الأساسيين والله من الخمس مكونات دول ممكن نعمل أحلى بيتزا عندنا إيه هم الخمس مكونات الأساسيين بتجيبي مثلا كيلوز إيه بتحط عليه معلقة كبيرة خميرة فورية معاها كمان معلقة كبيرة من السكر أو معلقتين معاها رشة مالح ومية دفية للعب ده لو موجودين عندك في البيت وعندك الخير كله يا رب بيبقى ده ممكن يعمل لك عجن البيتزا طب أنا ممكن أطعم عجنة البيتزا بإيه يا نونة ممكن أحط لها معلقتين زبدة ممكن أحط لها معلقتين لبن بودر ممكن أحط لها نص كباية زبادي ممكن أحط لها قلنا إيه تانية يا رقضة قبل كده بقرين الأضافات لبن بودر زبادي حتة زبدة حبة بابركة وحبة زعتر ممكن أن هم يعملوا العجينة آه ده كله مع العجينة عايزة العجينة محمرة زيادة ممكن تحطي معلقة طرس الطماطم بتطلع هايلة 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 لو العجينة محمرة كده بتبقى في منتهى الجمال أهم حاجة بنبدأ ننزل بالمية الدفية شوية شوية بنبدأ ما بلاش حليب نعجن به بلاش حليب اللي هو السيل ده نعجن به لأ خلينا نعجن بالمية الدفية عجنت العجينة كويس جدا خليت منك المية الدفية اللي هي عايزها بدأت أن هي تتعجن كويس قوي أبدأ أن أنا أسيبها في العجن شوية علشان تتخدم كويس وابدأ بعد كده أسيبها وتخمر بعد ما تخمرت أبدأ أطلع منها الهواء أبدأ أعطحها على عدد الصواني اللي أنا عايزها وبعد ما أعطحها سيبها ترتاح حوالي عشر دايل أرجع بعد كده أجيب الصينية التاتي وابدأ أن أنا أدهنها زيت واروح حتى فيها رشة دقيق بسبوسة أو لوات دقيق السامولينة هيبدأ أن هو عشان يطلع لي عجينة متحملة أبدأ بعد كده أعمل إيه؟ أبدأ بعد كده أروح فرد العجينة واجه في النص أبدأ أن أنا أغرزها بسكر فرن التي يكون شغلة على درجة حرارة 180 أحط المدة مثلا من سبع لعشر دايل أو أقل كمان من خمس لسبع دايل يضوب العجينة تتشمع بس وطلحها واسيبها قدامي لو أنا هشتغل بها على طول بكون عاملة صلصة البيتزا بتاعيثنا وكون سايبها تبرك تماما عشان أول ما تطلع العجينة أبدأ أن أنا أحط عليها صلصة البيتزا متبقى السخنة عشان ما تبوش ليش العجينة وتبدأ أن هي تخرمها أبدأ أحط البيتزا أبدأ أحط أي حشوة حضرتك موجودة عندك أو أي حاجة في التلاجة عايزة تشتغلي بيها بحطها وبحط الجبن وارجع أن أنا أحطها في الفرن تاني ساحة الجبن خلاص بقيت العجينة كملت تسوية أطلحها صحتين وعافية طيب لو أنا عايزة أفرزها أعمل إيه بعمل أحد المرحلة الأولى بس اللي هي التشميع أن أنا أشمع وبس مجرد ما تشمعت معي نعم حاضر أو مجرد ما تشمعت معي أبدأ أن أنا أسيبها تبرط خالص وأبدأ أن أنا أجيب شانطة بلاستيك أو أبدأ أجيب طبق أحطها فيه وكل بين بتزايا وبتزايا أبدأ أن أنا أحط كيس تلاجة مفتوح أو استريتش بشيلها في الفريزر ولما أجي أستخدمها أروح مطلعها وأسيبها تفك خالص ما أحطها في مكرويف ولا أي حاجة أسيبها تفك براحية أكون محضرة البيتزا ومحضرة الحشوة يدو بتدخل الفرن تاخد اللون حلو بتاعها مع تسيحة بتاعت الجبن بقى عندي أحلى بيتزا في الدنيا من إيديكم صحيكي المعافية على قلبك يا رب أنا عملت إيدي الوقتي أنا بطلع اللحمة من الرز وهبدأ أن أنا أجيب طبق التقديم بتاعة كده أغرب فيه الرز بتاعنا حطة إيه على النار حطة طوصة هحط فيها معلقة زبدة كان جنبي يا شباب هنا خدتوها هي معلقة زبدة أو معلقة سمنة وحمر فيها الزبيب علشان يبدأ أنه هو يفتح وينفخ معايا كده عشان أبدأ زين بيه الزبيب داخل في الرز وفي نفس الوقت مزينة بيه يلا بنا نطلع فاصل وإحنا بنطلع فاصل كده تعالى نبص يا حمدي على الله هو أكبر الله مبارك الله هو أكبر الله مبارك بص كده بدأت الدهون كسلة معايا وبدأ الورقة العنب اللي في الأرضية يغلي مع السمنة وبدأ أنه هو يتشمع اللهم مبارك أول ما يطلع من الفرن عند التقديم بتكون يمسكة في إيدك إيه مسكة لامونة حلوة كده عصرة كده وكل في صحتين وعافية نطلع فاصل نرجع من الفاصل نعمل مع بعض أحلى وأسهل وأطعم صلطة بابا غنوك في الدنيا كلها بعد الفاصل خليكم السمين سواء وراجعين مع نونا والبلد زيك وزي ما حضراتكم شايفين كده باسم الله ما شاء الله الله ومبارك يلا بينا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لامونة نصين يا شباب او لامونتين نصين بسرعة شايفين المنظر عند الابصل لبصل بتاع الورق العنب تلاسوع ازاي السمنة اللي في الارضية بتغلي الزند نفسه او الدلع نفسه بدأ ان هو يسلم عنى بدأت اللهم اللحمة تاخد اللون الحلوي ده انا مش عايزة اكتر من كده انا حطة الطبقة الفاضي ده واتده في وسطهم عشان هعمل دلوقتي صلطة بابا غنوج هتتعامل معي طيب اعمل ايه دلوقتي بقى معلقة من الزيت كده بسم الله الرحمن الرحيم الفحمية اهي حطينا الرز الحلو بتاعنا كده وروح نزله على طول بمعلقة الزيت وتكتمي بقى بورقة فويل وتنزله كده الزبيب اللي احنا شوحناه في معلقة السمنة يا وعدي يا وعدي يا وعدي اللحمة دايبة رز واخد من تطعيمة اللحمة الزبيب ما شاء الله عليه الفحمة هيكون مديني ريح تشوي كده وتطعيمة حلوة جدا 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 ورق العنب نعم يا حمدي لذلك عزومة تشرف عزومة فعلا تشرف طيب تجميعة نعم تجميعة بقى لمت عيلا ربنا يا ربي ديم لمتكو في الفرح والسعادة دايما وينلف دا كدوت عشان عميني خالص رايي وانا مش نقصة صباح الفل يا امو عمار امو عمار امو عمار ازايك يا امو عمار عملا ايه ازاي حضرتك انا بخير يا ستة كل تسلميلي تسلم ايديكي تسلم ايديكي سلم عمرك يا ربي من كل شر تسلمي وتعيشك امو لان بشكرك على قناقة لبسك حبيبت الله يسعد لي قلبك تسلميلي من خريشك وقناقة لسانك الله يسعد لي قلبك يا ربي وقناقة تأديمك حبيبتي على راسي على راسي يا حبيبتي على راسي الله العظيم تلاتة الله يبارك لي في عمرك بس معلش بقى يعني عندي إضافة بسيطة أمري أمري في أختي اتصلت على الجنة الأديمة والمش تمام فعايزة بس قديس معلومة إن الجنة نازم تكون ناشفة عشان أضفها للمش أيوما هي أكيد ناشفة هي أكيد مش تحطها وهي طرية ما سعب نشكريها كانت فيها مية لا هي أكيد عارفة إن هي ناشفة ما لإن إحنا عملناها قبل كده وأنا نشفتها بشطة آه آه أنا نشفتها عشان كده أنا قلت لها آه لو عندي جبنة قريش آه حطيها لأنها تبقى ناشفة لكن يا جماعة ما تتحطش مبلولة أو ما تتحطش بميتها لو تتحطت بميتها لقدر الله هتدود أنا لما رضيت عليها آه ما بتقول لي أحطي جبنة قريش في مية المش اللي عندي آه طبعا نحطيها بس لازم تكون ناشفة زي ما إحنا ما عاملين أنا اعتمدت على اللي إحنا عاملين فأه هنجيب الجبنة القريش ونبدأ إن إحنا نحطها في مصفة تتصفق الطبيعي خالص نبدأ نرش عليها ملح ونرش عليها شطة زي ما إحنا ما عملنا تنشف نحطها في المية بتاعة المش اللي فضل لكن أكيد يا جماعة أنا أتكلمت على الأساس ده أكيد مش أنا أخدها وهي بميتها نحطها في مية المش تسلميلي يا أمو عمر نورتيني وتسلميه إن إنت اتصلت علشان حتى لو هم ما أخدوش بالهم إن أنا قادر إن أنا أو أتباح لهم نورتيني حابتي باتصالك مقادير البابا غنوك معنا على الهواء كل اللي أنا عايزة من حضرتك ناس كتير تقولك إيه لا أنا ما باجه أعمل بابا غنوك بابدأ إن أنا أحطه على النار ويبدأ إن هو يبهدل للبتجاز أو يبهدل للفرن أو الكلام ده كله فيش الكلام ده الكلام ده كان زمان هنعمل إيه دلوقتي إحنا كل اللي بنعمله بنلف البتنجان في ورق فويل نفس النظام بالنسبة للبصل بنفس النظام بالنسبة للطوم حطيتهم في سنية وحطيتهم في صاج وحطيتهم في الفرن خلاص الموضوع خلص استوه معاكي تمامه زي الفل قشرنا البتنجان شلنا القشرة اللي على البصلاية ودي الطومة هو بتقسميه اتنين كده وتليفيه فويل علشان كل ده أنا هطلعه دلوقتي وابدأ إن أنا أحطه معايا في الكبه طيب معايا إيه دلوقتي في الكبه أنا حطيت تحينه ومعايا بصوا بوصلة البابا غنوج معايا بصل بتنجان رومي مشوي ومعايا بصل مشوي ومعايا طوم ولازم حتة التوم دي بتدي تطعيمه حلوة جدا 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 مع البصل معايا كمان تحينه وشوية خله ومعايا شطه ومعايا كمونه ومعايا ملح أسهل من كده مش عايزة طيب بحطي إيه الأول علشان بتتقل معايا وأنا عايزة بصراحة بحب إن البتنجان والبصل والطوم يبقى كطع أبقى حاسة بطعمه ما يبقاش إنه هو مهروك خالص طيب أنا حطيت التحينة حبة الخل كمون شوية من الشطة والملح ولما تخلصوا صلطة البابا غنوج نصيحة من خطوكو تحطوا عليها شوية بقدونس في الآخر خالص بتدي تطعيمه هيلة عملت ده كله كده مع بعض وبصوا بقى معايا ميا علشان الخل مع الطحينة هيديها تقلي فأنا عايزها تخف شوي هعمل كده بسم الله بسم الله في حي قصة بسم الله مجرد ما بدأت ألف كانت خفيفة بدأ الخلية خلت مع الطحينة بدأ إن هو يديني تقلي كده أبدأ إن أنا أعمل إيه أشغل ونزل حاجة بسيطة مجرد ما بدأت إن أنا أرزل بشويش أخفف شوية شوية منزلش مية كتير وارجع أقول إيه؟ منا كده كده أصلاً هنزل بالبتنجان والبصل وهتبقى تقيلة لا مفيش الكلام ده فتحتنا لي دلوقتي عشان هعمل حاجة مهمة جداً أنا شايفة إن شارفة وزارة عندكم في الكاميرا غير لا أهو شايفين ده؟ ده كده؟ ده كده أهو تحينة رأدة في الأرضية أعمل كده أه بصوا ده اللي أنا عايزيه عشان ما يبقاش عندي أي تحينة رأدة في الجوانب ما إيه؟ ما اتحنتش معايا أو ما خفيتش معايا بصوا لما فكيت اللي في الجوانب حاسة إن أنا عايزة أحط شوية مية كمان بصوا القوام بتاع هعمل إزاي؟ بصوا الكتل دي بصوا الكتل دي أهي دي اللي فكت معايا من الجوانب عشان كده هبدأ إن أنا أفكت بشوية مية كمان قبل ما نزل مقاية المكونات بتاعي بسم الله نشغل على الهادي تمام وزي الفل إيه اللي أنا عايزة يتحن قوي ويتحن بسيط طيب البصل والطوم هما هينزلوا أول حاجة ليه؟ عشان هما ممكن اللي هياخدوا معايا وقتا في الطحنة أو هياخدوا شدة معايا شوية بصوا بدي أعمل كده وطلع كل الطوم المشوي جربوا حطوا طوم مشوي مع بابا غنوجة يطلع معاك وتحفظ عايزة بيقيت الرازل تحفظتهم هين؟ أعمل كده بديت لها معايا بكل سهولة كده بيينقل فعليا اللي بابا غنوجة في حتة تانية خالص نجي هنا كده شايفين؟ بالشكل ده أطلع كل الطوم الطازة ده ياسيدي 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 بأدونس وتحطيه تحمصيه مع عيش بسو كده ادي البصل كده ليه هحط اخر حاجة هي البتنجان عشان انا مش عايزة يدرب نعم وفي نفس الوقت حتى البصل والطوم اللي انا حطيتهم دول انا مش هضربهم نعم انا هضرب خيشين ليه عشان انا عايزة احس بتعم البصل بس ما تبقاش سليمة يعني معي هضرب بس الضرب بتاعنا يبقى خيشينه بسم الله شايفين؟ انا بضرب ازاي؟ موسيقى واجه بقى دلوقت ساعمل كده نحط البتنجان ونطلع فاصل يحمدي كده تمام وزي الفن نضربها مع بعضها وندوق الحياء بتاعها ونرجع نصبها ان شاء الله هليكم السنين شوية راجعين معنا في بلد يوكر موسيقى 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 ورجينا من الفاصل بس مش راجع بايدي فضل مش راجع بايدي فضل ايدي دايما بتيجي بحاجات حلوة علشان الحلوية والله العظيم انا لما كنت اجازا بارح انا يعني ضغطي كان ببهدلني وخالص واقوم واقع واقوم واقع والكلام ده كله بس الحابة لانا كنت بقى فايقة فيهم مسكت التليفون كده قلبت فيه شوية وجالي كم تليفون كده قالوا لي فيه المتابعيننا الحلوين بيتصلوا او ببعتين رسائر عايزين عروض معينة لرجي نيكس اول عرض كان ليهم ان رقم التليفون يستنى على الشاشة عشان مبلحقوش اكتبوه ودي اول حاجة اهي اه دي اول حاجة اهي عيوني ليكم طلباتكم اوامر استرابة موجودة اهي بارقام التليفونات طول الفقرة بتاعة ريجي نيكس اكتبوهم دلوقتي وتواصلوا عليهم ده غير الناس اللي مش عارفة تدخل على الكيو آر طيب بالنسبة لارقام التليفونات موجودة قدامك اهي علشان اللي مش عايز رقمتها شاشة ويبدأ ان هو يسجلها لا موجودة قدامك اهي دوبها نمسك التليفون نطلع لوحة الاتصال او لوحة المفاتيح نبدأ ان احنا نكتب رقم التليفون ونتصل على طول طيب لو انا بقى عايزة اسأل على عرض تاني او عايزة اسأشوف العروض اللي موجودة او عايزة اشوف السيدريات اللي نزل فيها ريجي نيكس او عايزة اشوف الرقم الدولي او الكلام ده كله الكيو آر قدام حضرتك اهو كل اللي محتاجة من حضرتك هتفتحي كاميرا الموبايل بالشكل ده كده وهيدخل على الكيو آر يطلع اللينك على طول ندخل على الصفحة وفي نفس الوقت اللي الصفحة مفتوحة فيها ارقامنا موجودة على الشاشة نفس الوقت اللي صفحتنا موجودة فيها اهي عليها واتساب وعليها مسينزر نفس الوقت ارقامنا موجودة على الشاشة نمشي كده ونبصي كده على العرض بتاع النهاردة الله هو اكبر الله هو اكبر على العرض الله هو اكبر على العرض النهاردة هتأخذي ثلاث منتجات ببلاش او ثلاث هدايا بمعنى اصح احنا بنتلع هدايا مش بنتلع حاجة ببلاش لكن بنتديها هدية والنبي ابل الهدية النهاردة معانا ايه العرض الاساسي بتاعنا كريم بشرة وسيرم ليلي وسبري ريفيفل للشعر طب الهدايا عبارة عن ايه عبارة عن صابونة بشرة وغسول ومسكرة يعني الشغل النهاردة كله على بشرتنا العرض النهاردة بالهدايا بتاعته كلها على بشرتنا ادي العرض ثلاثة وعليهم ثلاثة هدية او ثلاثة وعليهم ثلاثة مختلفين هدية علشان تكملي الدرع درع الحماية لبشرتك ده زائد كمان ان حضرتك هتدخلي على سحب على ربع جنيه دهب سهلنا لكم الدنيا اللي الناس اللي عايز تدخل على الصفحة تدخل عن طريق الكيو ار علشان تشوف العروض اللي موجودة جوه ايا كان العرض اللي يناسبك ايه علشان تشوف الصيدريات القريبة منك الناس اللي في البلاد العربية اهل السعودية وليبيا والجزائر والاردن وكتر والامارات وفلسطين والعراق كل دول ليهم معنا رقم تليفون موحد للبلاد العربية يتصلوا بيه طيب اللي مش عايز بقى يدخل على الكيو ار وهو اصلا الصفحة عنده وعايز تواصلي التواصل على طول ارقام تليفوناتنا ايه ارقام تليفوناتنا موجودة قدامكم على الشاشة للتلات شبكات بسعر الديال عادية علشان تطلب العرض بتاعي النهاردة نبص كده على العرض يا حمدي عندك الاساسي وعندك الهدايا الاساسي ايه كريم البشرة الجوكر بتاع ريجينيكس كريم البشرة الجوكر بتاع ريجينيكس تجعيد مفيش عدم توحد بشرة مش هتلاقيه تراهولات في البشرة مش هتلاقيها النظارة وعدم موجودها في بشرتك مش هتلاقيها كل ده بيعالجه كريم البشرة السيرة من ليلي الجندي المجهول اللي بيدخل على بشرتك بالليل يبدأ انه هو يتفاعل مع الانسجة ويتفاعل مع الخلاب بتاعت بشرتك عشان تقوم الصبح تحس بنظارة مش موجودة عند حد ريفايفل للشعر بدأ حاجة الوحدي مجموعة ريفايفل للشعر حاجة الوحدي بيعالج معايا ايه عدي يا ستة الكل وما تقوليش لسه ما تقوليش كفاية هيشان للشعر بيعالجه تقصف للشعر بيعالجه شعر خفيف بيعالجه شعرك ما بيتولش بيعالجه قشرة ده الحاجة اللي ده اللي تعدلت عليه وبقوا حطوا حاجة كمان للقشرة بيعالجه عندك فراغات بيعالجه البصيلة بتاعت شعر كبيرتي في السن وبصيلة شعرك نفسها بدأ التعجز بيبدأ ان هو يعالجها ويصحصحها اي مشكلة عندك في الشعر موجودة في العبوة دي اي مشكلة الشعر عندك في العبوة دي واللي جرب يقول للي مجرفش حاجة ما بتدهننش حاجة بترسيها إزبري رش لمعان ما شاء الله الإضاءة هيكد لمعان ما شاء الله عليك ما فيش دهننة في إيديا ما فيش ريحة وحشة في إيديا ما فيش اني أنا أحطه على شعري يكمكم ما فيش الكلام ده خالص ما فيش الكلام ده خالص ما شاء الله ريحة تحفة طيب الناس اللي بتسرح شعرها وتعطروا بقود بخور أو تعطروا بسبريه ده ما فيش الكلام ده حاجة في منتهى الجمال ايه مش محتاجة للخلطات والكلام ده كله طيب ده العرض الأساس نيجي بقى للهدية وقبل ما نقول لهدية أفكر حبيبنا ونشاهدنا من كل مكان بالأرقام اللي قدامنا على الشاشة بالأرقام اللي قدامنا على الشاشة تلات الأرقام لتلات شبكات بسعر ديال عادية طيب الناس اللي مش عايزة تتصل وعايزة تدخل وتسأل على الصفحة عناية الاثنين نعمل كده نفتح الكاميرا بتاعت الموبايل ندخل على الكيو ار اللي قدامنا على طول ندوس على اللينك دخلنا على صفحة لكنوز تكت زرار على الواتساب أو على الماسنجر بقيت عندهم جوه الصفحة نعمل كده وقادي العرض بتاعنا أهو قادي العرض أهو ثلات أساسيين وتلاتة هدايا الأساسي بشرة وسيروم ورفايفل للشعر طب الهدايا تعالوا نتكلم عنها بالتفصيل الهدايا اللي مخليني مفتوطة النهاردة أن ريجينيكس الغسول بتاعه رجع منتين يوم الأربع ما كانش موجود معاي لأنه كان خلصام يوم الأربع ما كانش موجود معاي لأنه كان خلصام ما طلعش معاي وأنا قلت لكه في العرض اللي قبلها اللي كانت معايا اللي كان طالع فيه هدايا كانت كمية أليلة أردتلكوا ده هو مش موجود فده النهاردة موجود تاني غسول تلاتة في واحد الله هو أكبر عليه الغسول رقم واحد في العالم في العالم مش أقولك في مصر بس في العالم اللي تستخدميه على عنيك وانت متطمنه بينضف بصرتك تنظيف عميك نضارة وتراوة ما شاء الله عليها بيعالج ما بينشفش بيعالج ما بينشفش الله هو أكبر بتستخدميه كمزل الميكا بمشاء الله تدعاك بيعنيك حوالين عينيك ما فيش التهاب ما فيش انتفاخات الله هو أكبر الله ما جارك ده بالنسبة للغسول أول هدية معي النهاردة تاني هدية صبونة البشرة تاني هدية صبونة البشرة وتستخدميها واسألي اللي استخدمها وهو يقولك عليها تالت هدية وريفايفل للحواجب وللرموش للحواجب أنا شايفة في الشاشة للحواجب وللرموش تمشيها على عينيكي أو على رموشك أيها كده يا حمد يلا يبركنا شايفين المنظر شايفين المنظر يا دوب بتصراحي بس رموشك لماعان ويملى الفراغات الله هو أكبر يملى الفراغات بتاعت حواجبك روحتي عملت حواجبك وتقطم ومش راضي يرجع من الأول تاني استخدمي ريفايفل المسكرة بتاعت ريفايفل للرموش وللحواجب فيش حاجة اسمها بعد كده أن يرموشك واقعة مفيش حاجة اسمها أن يرموشك ضعيفة وبتطولشي مفيش حاجة اسمها أن حواجبك محتاجة تروح تعملي ميكرو بيلدنج علشان أن حواجبك تبقى عريضة مفيش حواجبك رفيعة وفيه فراغات في حواجبك ما بتملاش مفيش الكلام ده كل مشكلة عندك وليها عند ريجينيكس حل حلال المشاكل هو ريجينيكس الشاشة بتاعتنا موجودة عليها الأرقام لثلاث شبكات بسعر الدقيقة العادية العرض بتاعنا ما يتفوتش عرض وعليه ثلاث هدايا عرض وعليه ثلاث هدايا بشرة سيرم ريفايفل للشعر حاجة لكل مشكلة أو علاج لكل مشكلة الهدايا غسول صابونة مسكرة الرموش والحواجب بجانب العرض اللي هتخذي النهاردة وعليه ثلاث هدايا انت هتخذي إيه واخدخلها معايا السحب على خمس ترباع جنهات دهب خمس ترباع جنهات دهب وارجع واقول اللي مش عايز يدخل على الQR يتصل على الأرقام وهي أرقامنا قدامنا دلوقت كده نفتح الQR تاني لأخر مرة يا حمش ندخل على كاميرا الموبايل يا ست الكل نبدأ ان احنا نقرب كده ندخل على الQR الQR بتاعنا هيدخلنا على طول على صفحة ريجينيكس أهي عليها هنا واتساب وعليها هنا مسينجر والناس اللي بعتها بتقول ممكن نحجز العرض هيردوا عليكم حالا وقادي العرض بتاعنا أهو ايه دي العرض أهو تلاتة وتلاتة عليهم هدية بس مش بنفس المنتجات احنا النهاردة مديينك درع الحماية لبشرتك وشعرك معايا ايه؟ معايا بشرة سيرم ريفايفل للشعر عليهم ايه هدية؟ صابونة بشرة غسول البشرة المسكرة للحواجب والرموش المسكرة للحواجب والرموش زائد ان انت هتدخلي على سحب على خمس تربع جنهات دهب أرقمنا على الشاشة العرض قدامكو الكيو أر قدامكو العرض مايتفوتش فعليا فعليا مايتفوتش مش هتلاقي عرض موجود فيه كلام ده كله طيب نونة انا عايزة عرض غير ده او مثلا مش عايزة المجموعة دي كلها او عايزة مجموعة ريفايفل بس او عايزة حاجة للبشرة بس اللي كانت موجودة دلوقتي معانا عالشاشة وتقولولهم اللي انت عايزين ليهم حل لكل مشكلة دي كانت حلقتنا النهاردة اتمنى اتكون عجبتكم نالت رضاكو بس قبل ما اختم عايزة اختم بحاجة حلوة قوي 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 ناس كثير بتكلم تقول لي عايزة اهني بنتي عايزة اهني ابني عايزة اهني جوزي لكن انا النهاردة تهنئة خاصة مني انا تهنئة خاصة لتنين حبايب قلبي اخر العنقود بالنسبالي وهي ايتن عيد ميلادها النهاردة العمر كله ليك يا قلبي وما نحرمش منك ابدا اخر العنقود سكر معقود زي ما بيقولوا ربنا يخليك لي وما يحرمش منك ابدا كل سنة وانت طيبة وتفضلي شائية وتفضلي مطلعة علينا زي ما انت كده الشخص التاني اللي عايزة اقول له برضو كل سنة وانت طيبة هي ما تفرقش عنه كتير او مش بعيد عنه كتير لا هي بنت اختي يعني تعتبر بنتي برضو نفس عيد ميلادها هو عيد ميلاد ايتن رودينا كريم عيد ميلادها النهاردة كل سنة وانت طيبة يا رودي وكل سنة وانت منوارة حياتنا وتفضلي هدية كده وسكتة وربنا يحميك ويبارك فيك وامك وابوك يشوفوك زي ما هم عايزين واكتر مما بيتمنى كل سنة وايتن ورودي طيبين وكل سنة وهم فوستينا ومنوارين حياتنا بايما يا رب دي كانت احلى حاجة اختم بيها حلقيتنا النهاردة اسفكو على خير واسفكو على خير وقولك السلام عليكم اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة